بعد إقالة الوسطيين يصارا ويمينا وزيرة العدل تسي بيليفني ووزير المالية ياير لبيد بالإضافة إلى أربعة وزراء من حزبهما يتجه الوضع السياسي في إسرائيل إلى حل الكنيسة مثل ما دعا إليه رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو وتنظيم انتخابة تشعية مبكرة تدابير حل المؤسسة التشعية الإسرائيلية تبدأ اليوم الأربعاء خطوة نتنياهو استباقية لنية أحزاب معارضة أخرى في الأتلاف الحكومية السعية لحل الكنيسة وهو ما اعتبره انقلابا عليها بكلمة وحدة قال إن الذي حدث انقلاب يجعل قيادة الحكومة أمر مستحيلا وقيادة البلاد كذلك وبالتالي قبل زمن قصير أمرت أمانة الحكومة أن تبعث برسالة إقالة إلى ليفني وربيد على حد تعبيرها وبما أن التوقعات تشير إلى توجه الناخب الإسرائيلي يمينا ما قد يسمح لنتنياهو بتشكيل حكومة أكثر يمينية من الحالية فإن حضوظ ليفني وربيد في تحسين مواقعهما على الخريطة السياسية التي ستنبثق عن الانتخابات المبكرة تبقى ضعيفة إن لم تزد حزبيهما تقهقرن جوهر خلافات ليفني وربيد مع نتنياهو هو ميزانية الحكومة للعام المقبل وزيادة النفقات العسكرية وقبلها الحرب على غزة والتركمات أخرى ليفني قالت في رد فعلها إن الانتخابات المقبلة تقترح على الناخبين من الاختيار بين التطبف والصهيونية